شفت الهاني يعني شايف انت المنتخب شفت البرومو المدرب المنتخب رينارد وهو يتكلم مع الناس وهم يحتاجين وقفتكم وكذا لما تقارن في منشيني وشوفت النفس يعني هذا يطرح سؤال احنا نجيب المدرب اللي عاجبنا ولا نجيب المدرب اللي يصلح لنا والله اعتقد اللي يجبنا ولا يصلح لنا لا الثنتين هذه ما فيها هذه زيكة انك تقول ابي واحد ذكي وموهوب ويسمع الكلام الثلاث ما يجتمعون لا بصراحة هيرفي رينارد اعتقد انه من بداية العلاقة التعاقدية السابقة مع هيرني رينارد كانت علاقة مميزة ما فيها اي يعني كان ما فيها صخب ما فيها اي مشاكل تظهر على السطح مع العلم انه ما في اي فريق او منتخب يعسكر يعني يمارس التدريبات لمدة موسم موسمين بدون اي مشاكل الا انه بوجود قائد مثل هيرفي رينارد ما وجدنا المشاكل ظهرت للصطح يعني اعتبر انه منشيني كابوس نزاح عن الكرة السعودية الان يعني الامانة احنا فقدنا الشغف في فترة من الفترات منشيني لكن المباراة الاخيرة امام استراليا بصراحة هذا هو الرغم رغم النقص ورغم الاصابات اللي واجهها للمنتخب الا انه هذا فعلا المنتخب السعودي اللي يبيض الوجه رغم يعني انه النقص اللي جاهدنا الا انه المنتخب له هيبتا هو للمنتخب السعودي وبعد انا اعتبر مرحلة انتقالية مع هيرفي رينارد طلحة احمد يعني ارجع عيد السؤال الجوانب النفسية يبدو انها تؤثر كثيرا في اللاعب العرب لعب العربي يحتاج خطة 40 بالمية 60 بالمية عوالم النفسية واعتقد اي لعب كرة القدم ليسوا يعني اللاعبين ليسوا ادوات واجهزة اللاعبين هم اروح حالة مزاجية حالة نفسية الاجواء المحيطة فيه علاقته مع زملاء وكل هاي تأثى علاقته مع مدربه حتى قد هاي تحت يعني كلها دور كبير في تغير او الاداء اللي يصير جوه المنتخب وانا لا يمكن يكون رينارد قدر باربع خمسة سبع تدريبات يرجع جزء من روح المنتخب السعودي مع مع مستر سباكيتي هذاك اللي يعني هذاك كرهنا الكورة وكرهنا الحياة وجاب يبنى احباط حسسني ان احنا لا بصرنا يعني صرنا باستا نعم صحيح ابو بدر اول شيء الحمد لله على سلامتك وطهور ان شاء الله والله يتقبل منك ان شاء الله مناسك العمر عقبال سامي الحرير ان شاء الله عقبال سامي الحرير ان شاء الله العمرة ان شاء الله العمرة طبعا لا انا قصدي بالعمرة وانا قصدي شيء ثاني اتفضل طبعا طبعا ابو بدر الموضوع هذا لا يتم اسقاطه فقط على لاعب كرة للقدم على اي وظيفة في الدنيا دائما التنفير الاسدوب التعامل بفوقية حتى لو كنت انت مدرب حتى لو شو ما كانت عندك القاب وميداليات وانجازات يبقى التواضع والتقرب من الموظف او التقرب من اللاعب خلينا نحكي احنا بكرة القدم هذا الشيء مهم جدا لذلك وظيفة مدرب كرة القدم من الممكن احنا لو تطرأنا الها وبحثنا في ماذا يتطلب من مدرب كرة القدم سنجد 14 او 15 مهمة او وظيفة تتطلب من المدرب انجازها بكل دقة ومنها ايضا ومن اهمها هو التواصل مع اللاعبين وكيفية التواصل هذا التواصل بكل تخصص بوبادر اللي بدرس طب بياخد مادة كاملة اسمها التواصل اللي بدرس محاسبة بياخد مادة اسمها التواصل اللي بدرس صحافة واعلام بياخد وكذلك ايضا في عالم كرة القدم هناك جانب مهم جدا من التواصل لدرجة بوبادر احنا في فترة من الفترات لما شرحنا الحالة اللي بمر فيها المدرب منجينة والتي يمر فيها المنتخب السعودي كان محور مهم جدا نتكلم عنه لانه المدرب بيواد واللاعبين بيواد وكل واحد بيواد ما فيه تفاهم ما فيه انسجام ما فيه حلقة وصل بينه وبين اللاعبين وهذا الشيء كان واضح الغريب بوبادر انه قد يكون فيه هذه الحالة من التنافر والتباعد بين اللاعبين والمدربين ولكن تحتاج الى وقت حتى تظهر الى الاعلام او من الممكن ما تظهر للاعلام اصلا لدرجة انه بعد ما يطلع المدرب ويقال المدرب نسمع كلام ولكن في حالة منشيني كان الموضوع واضح التنفير واضح بوبادر انت كاعلامي كمحلل كمتابع كمشجع من بعيد من بعيد استفزك اسلوبه استفزك بطريقة يعني بآسيا مثلا والخروج من اثناء ركلات الترجمة استفزك واعطاك صورة نرجسية عن هذا المدرب انت ما بتحب تشوفها باي شخص بتتعامل معه فكنا نقول احنا بقرارة انفسنا الله يكون بعون اللاعبين نفسهم اذا احنا ما قدرنا هاللقطة لخمس دقائق هاي احنا وهو يعلم الاعلام التصوير الكاميرات في اهم بطولة في آسيا في اهم موقف له كمدرب تصرف هذا التصرف فما بالك بوبادر بالحصص التدريبية قبل التدريب بعد التدريب اللاعب الذي لم يخطئ يعني بصراحة احنا بنعرف الصورة البيئة في المنتخب السعودي واصل إلنا واصل للجميع من دون ما احنا كانت تقصد انها كانت بيئة مسمومة مسمومة جدا وهو شخص منفر جدا بيئة مسمومة وطبعا في كرة القدم هذا الموضوع لا يمكن ان تنجح فيها بيئة مسمومة ولنا عبر ابو بدر يعني احنا بنجي نتكلم على سبيل المثال لو تكلمنا عن جزامورينيو في اثنين بيختلفوا على جزامورينيو كمدرب حفر اسمه بين افضل المدربين في تاريخ كرة القدم ولكن معروف عنه التنفير معروف عنه المشاكل معروف عنه انه لا يحفظ على استقرار غرفة الملابس لذلك نشاهد مورينيو كل موسم مؤخرا في دوري في كل موسم في بطولة واخرتها فارقع في تركيا الحين هاجم النادي اللي يدربه هاجم الاتحاد وهاجم النادي وهاجم الحكام هاجم الدولة هذا صار الحطيئة ما باقي اللي يشوف نفسه في المراية بعده يهاجم روحه طيب